بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بخير معاكم أخوكم ممدوح أبو عبد المالك عشان خاطر هنحكوا مع بعض حكاية كبيرة خالص أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة هنتوا طيبين جميعا على مستوى جمهورية مصر العربية وإن شاء الله يارب تعودوا لها بصحة وخير وسلامة قراتي معمولة مخصوص للمعز البرجي والبلدي ليه؟ تسألني ليه من معز برجي والبلدي لأنها أكبر صلالة منتشرة في مصر على مستوى جمهورية مصر العربية لا يكاد يخلو بيت من بيوت المصريين جميعا خاصة في الأرياف من المعز البلدي أو المعز البرجي تمام؟ كده إحنا على أول الطريق طيب السلالتين دول بالذات جميع الناس ما بتتكلمش عنهم كل اللي بيتكلم بيتكلم عن السلالة اللي هي مستوردة اللي هي البور والسنين والشامي والشامي القبروسي والكلهاري والحاجات اللي هي مستوردة اللي هي لها عناية خاصة ولها شغل خاص وما ينفعش أصلا إن هي أساسا تتربى عندنا أو الناس بتتربيها بس بطريقة خاصة جدا يعني مش زينا كده تربي حاجة وكده وتأكلها من اللي موجود وخلاص لا دي عايزة عناية خاصة وعايزة أكل خاص وعايزة حاجات خاصة احنا خلينا في اللي احنا متربيين عليه اللي احنا متربيين عليه اللي احنا متربيين عليه إيه ما اسبرجي وبلدي وهم الاثنين طبعا يعتبروا سلالة جريبة من بعض جدا يعني البلدي والبرجي سلالة جريبة من بعض جدا تمام هنا ننتكلموا عنهم نشوفوا طريقة تربيتهم الصحيحة نشوفوا أكلهم المصبوط نشوفوا طريقة العناية بيهم يعني ونفيدوا بعض من الأول وفي الآخر يعني في الأول وفي الآخر احنا بنفيدوا بعض انت تستفيد وأنا أستفيد واللي عنده خبرة يدي التاني بيه بالمعنى الأصح يفيد التاني بيه تمام ده بالنسبة للماعز البرجي والبلدي تمام طيب احنا هنبدأ بإيه هنبدأ بإنني مثلا فيه ناس لسه مربتش حاجة خالص كده يقول لك أنا عايز نربي جدي للعيد تمام أو عايز نربي عنزي واخد بال حضرتك طيب بيمشي السوق التجار بيضحكوا عليه بالمعنى الأصح بيدولوا حاجة تعبانة مسلولة عيانة مريضة مرض واخد بال حضرتك كده يعني كبيرة في السن فالمهم إن أغلبية الناس مش كل الناس عندها خبرة مش كل الناس عندها خبرة في ناس عندها خبرة وفي ناس ما عندهاش خبرة خالص هنا التاجر بيستغل الناس اللي ما عندهاش خبرة